اشتركوا في القناة ونحن نجد أقواما يخيرون الشعب بين الإسلام والعلمانية وكأنهما طرف نقيض أو كأن المسلم لا يكون علمانيا وأن العلماني ليس مسلما موقف مشابه في رد فعله وسوف يكون مشابها في فعله بعد زمن فللتاريخ حركته وإيقاعه وحركته لا تعود القهقار أبدا وإيقاعه لا يمت للجهل بصلة ولا للردة الحضارية بسبب ولا يتغيي بالعقل بوسيلة قد يرى القارئ أنني مبالغ في التشبيه أو متحيز في ضرب الأمثلة وعذره أننا في الثمانينات وبين الثمانينات والعشرينات أكثر من نشف قرن وهي فترة كفيلة بمزيد من تنوير العقل وتفتح الأذهان وتوسع المتارك وهذا كله صحيح لو لا وأهم من لو لا هذه أن الديمقراطية هي اللفظ الوحيد الذي يتفق عليه الجميع ويختلف حوله الجميع أيضا شأنها في ذلك شأن العلمانية فأنت تستطيع أن تذكر دون أن ينكر عليك أحد ذلك أن كل نظام في العالم يدعي أنه نموذج الديمقراطية الصحيحة ويصل به التأكيد أحيانا أن يضمنها اسم الدولة فألمانيا الشرقية تسمي نفسها ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الغربية تطبق ما يطلق عليه اسم ديمقراطية العالم الحر وليبيا تطبق ما تسميه الديمقراطية الشعبية أو المباشرة وفي كل الأحوال تجد نفسك أمام بأسق لا ينجيك منه أن تعود لدوائر المعارف أو حوالك التاريخ بقدر ما ينجيك أن تسلم بحقيقتين أولا هما أن اللفظ لا بد أن يرتبط بمفهوم أو تعريف وأن من يتحدث عن الديمقراطية لا بد أن يحدد ما يقصده بها وأنه مسؤول فقط عن مفهومه أو تعريفه وثانيهما أن لكل دولة في العالم ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية التي تفرز مفهوما للديمقراطية لا بد أن يختلف عن مفهومها في دول أخرى فالممارسة ديمقراطية والحزبية في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تختلف جملة وتفصيلا عن نظيراتها في المملكة المتحدة رغم انتماء كل من الدولتين إلى مجموعة العالم الحر هذا عن الديمقراطية وهو ما ينطبق جملة وتفصيلا على العلمانية فالعلمانية في فرنسا تختلف عنها في المملكة المتحدة فعلى حين تنفصل الدولة عن الدين بصدرة كاملة في فرنسا فإن رأس الدولة هو نفسه رأس الكنيسة ممثلا في الملك في المملكة المتحدة وهو فرق وإن كان شكليا إلا أنه فرق والمؤكد أن العلمانية في مصر تختلف عنهما فهي تعني في مصر الفصل بين الدين والسياسة لكنها لا تعني الفصل بين الدين والدولة حيث توجد مساحة لتداخلهما وقد استقر ذلك وارتقى إلى مرتبة العرف فالدولة ترعى المؤسسات الدينية وتختار قياداتها وتحتفل بصورة رسمية بالأعياد والمناسبات الدينية وتفرد للدين مساحة واسعة في وسائلها الإعلامية وفي مؤسساتها التعليمية لكن ذلك كله يتم في إطار محدد ومحدود لا يخرج بمصر عن العلمانية ولا يدخلها في إطار الدولة الدينية إن أنصار العلمانية يرونها فصلا بين الدين والدولة إما بقدر شامل وكامل وإما بقدر محدود وفي المقابل يرى أعداؤها أن الفصل مستحيل وأن الخلطة فريضة دينية وأن الإسلام دين ودولة وأن من يقبل بالدين ويرفض الدولة إنما ينكر معلوما من الدين بالضرورة ويقصدون بالمعلوم من الدين تنظيمه في زعمهم لأمور الحكم وشؤون السياسة وهم في ادعائهم لا يقيمون الحجة ولا يفهمون بل هم في كل واد يهيمون فهم يحيلونك إلى القرآن فإن ذكرت أنه لا ينطق بلسان وأنه لم يتناول أسلوب اختيار الحاكم أو طبيعة نظام الحكم ببيان أحالوك للشورى فإن سألت عن كنهها في تفسيرهم وعن مدى إلزامها للحاكم اختلفوا إلا عليك وتنازعوا إلا حول تكفيرك وأحالوك إلى السنة فإن ذكرت أن عهد الرسول مرتبط به وأنه لا يقوم حجة على اللاحقين فأين هو الحاكم الذي لا ينطق عن الهوى والذي يوحى إليه بما يفعل قذفوا بك إلى حكم الراشدين فإن ناقشت أو جادلت أو حللت هاجوا وماجوا وادعوا أنك دخلت المناطق المحرمة فإن واجهتهم بالمنطق تمنطقوا بإلغاء العقل وإن واجهتهم بأخطاء صحابة استعاذ البعض وأعلن البعض الآخر أن أخطاء المسلمين ليست حجة على الإسلام وهو قول مقبول لكن من قال أننا نتعرض للإسلام الإسلام في القلب والعقل معا لكننا نحتج على دعوتهم للحكم بالإسلام وهو شيء جد مختلف لأن الإسلام في رأينا دين وليس دولة بمعنى مبنى الدولة الحديث وضمير وليس سيف بمعنى السيف القديم وعندما يأتينا المعترض علينا بالإسلام دينا فليس لنا إلا أن نخشع وليس علينا إلا أن نخضع للدين وليس له وللعقيدة وليس للمتحدث باسمها أما عندما يأتينا بدعوى الحكم بالإسلام فليس لنا حتى أن نسأله مثالا فهو لا يتحدث من فراغ ونحن لا نرد عليه من فراغ وشاهدنا عليه هو التجربة وما أظن أن أكثر من ألف عام تقصر عن تقديم تجربة أو تعجز عن تبيان نموذج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر